مأساة إنسانية تتكشف في قطاع غزة هذا ما أكدته منظمة الصحة العالمية حيث يعيش الآلاف من السكان في ظروف قاسية وشبيهة بالمجاعة الأطفال يعانون والأمهات يكافحن من أجل توفير الغذاء لأبنائهن في مطقف الخدمات الصحية عاجزة أمام تزايد الاحتياجات ونقص الموارد تقارير حديثة تؤكد زيادة في توصيل المواد الغذائية لكن لا تزال هناك فجوة كبيرة في تأمين الكميات والأنواع المناسبة التي تصل إلى سكان القطاع من جانب آخر أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من ثمانية ألاف طفل دون سن الخامسة تم تشخيصهم وعلاجهم من سوء التغذية الحاد من بينهم ألف وستمائة طفل يعانون من حالات خطيرة التحديات الأمنية لعبت أيضا دورا في جعل الوضع أكثر سوءا فوفقا للمنظمة لا يعمل إلا مركزان فقط للمرضى الذين يعانون من سوء التغذية الحاد أضفت المنظمة أنه تم تسجيل 32 حالة وفاة بسبب سوء التغذية بما فيها 28 طفلا تحت سن الخامسة أما في الضفة الغربية فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن منشآت الرعاية الصحية تعرضت لنحو 500 هجوم منذ 7 أكتوبر الماضي مما أسفر عن استشهاد 16 شخصا وإصابة 95 أخرين أكدت المنظمة أن المستشفيات في معظم مناطق الضفة تعمل بنسبة 70% فقط من طاقتها الاستيعابية ما يفرض عبءا جديدا على الفلسطينيين هناك